بيت الله الحرام، البيت العتيق، البيت المعمور ما هو أفئدة المسلمين وقبلتهم حظي بسلسلة توسعات من اللحظة الأولى أصولا إلى هذه المرحلة التوسعة الأولى كانت في عهد ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب كان ذلك عام 17 هجريا عندما اشترى بعض البيوت حول الحرم ووسع مساحته لتبلغ 260 مترا مربعا وأحاط المسجد بجدار قصير في عهد الخليفة عثمان بن عفان ووسع المسجد الحرام إلى أكثر من 4000 متر مربع وزين بالأعمدة الرخامية عام 26 من الهجرة في العصر الأموي نفذت توسعتان للحرم الشريف الأولى على يد عبد الله بن الزبير عام 60 هجريا عندما أعاد بناء الكعبة بعد تعرضها للحريق أما التوسعة الثانية فكانت في عهد الوليد بن عبد الملك عام 91 من الهجرة وزاد عدد الأعمدة وشيد شرفات يستضل بها المصلون أما في زمن الدولة العباسية فأقام أبو جعفر المنصور في الفترة من 137 هجريا إلى 140 هجريا بزيادة المساحة الإجمالية للركن الشمالي للحرم مع إعادة تصميم حجر إسماعيل بن رخام ونفذ المعتد بالله توسعة أنشأ خلالها عددا من الأبواب داخل وخارج الحرم وفي عهد المقتدر زادت مساحة المسجد الحرام عام 306 من الهجرة وجعل للكعبة بابا كبيرا عرف باسم باب إبراهيم الملك عبد العزيز آل سعود نفذ في عهده العديد من الإصلاحات والتوسعات حيث قام بصيانة المسجد وإصلاحه على نحو كبير وزيادة عدد المصابيح وإنارته بالكامل في الفترة من عام 1334 حتى عام 1373 هجريا في عهد الملك سعود بن عبد العزيز بلغت مساحة المسجد 28 ألف متر مربع قام بفتح شارع خلف الصفاء مع إعادة تصميم أرض المسعى وتوسعة المطاف وتركيب الصنابير لبئر زمزم في عهد الملك فهد بن عبد العزيز بدأ عام 1409 من الهجرة مرحلة من التوسعة أضاف خلالها مساحة جديدة للناحية الغربية مع مبنى جديد للحرم إضافة إلى تجهيز الساحات الخارجية لاستيعاب المصلين بلغت مساحة المسجد في ذلك الحين مع تلك التوسعة نحو 356 ألف متر مربع وفي عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز جرى اعتماد توسيع الحرم المكي على ثلاث مراحل تشمل اتساع ساحات الحرم لمليوني مصل مع توسعة صحن المطاف والساحات الخارجية ومنطقة الخدمات والتكييف ومحطات الكهرباء والمياه في الحرم المكي وأخيرا دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز توسعة شاملة تتضمن خمسة مشروعات رئيسية تشمل مبنى التوسعة والساحات والأنفاق ومبنى الخدمات والطريق الدائري الأول مع إنشاء أبواب إلكترونية وزيادة عدد المصاعد في إطار رؤية المملكة 2030 هكذا إذن يتم العمل عاما بعد عام لتوسعة مساحة بيت الله الحرام في مكة المكرمة استجابة لحجم زيادة الطلب من حجاج بيت الله الحرام ومن القاصدين من الركع السجود وأولئك التائقين الذين يفدون من كل فج عميق